اختصم امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه مع يهودي عند القاضي شريح في درع في درع سقط من راحلة علي رضي الله عنه اجده اليهودي واخذه رآه علي معه قال يا رجل هذا درعي سقط عن راحلة قال لا هذا بيدي وهذا ملكي ثم قال اليهودي نذهب الى القاضي ذهب الى شريح ذهب الى شريح فلما جاء عنده واحتج علي رضي الله عنه بان هذا الدرع له قال له هات البينة هات البينة فقال عندي شاهدان قنبر خادمه والحسن بن علي رضي الله عنه قال اما قنبر فنقبل شهادته واما الحسن فهو ابنك ولا نقبل شهادت الابن لابيه ولا نقبل شهادت الابن لابيه قال لليهودي ما حجته قال له هو درعي وبيدي فحكم له حكم له القاضي شريح بالدرع فلما رأى اليهودي هذه القضية وانصاف المسلمين وعدل المسلمين امير المؤمنين يجمعه للقاضي امير المؤمنين يأتي معه الى القاضي ايضا مسلم مع كابر قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله فدخل في الاسلام وقال الدرع هي لك يا امير المؤمنين لكن انا وجدتها ساقطة فاخدتها وإلا فهي لك شوفوا الاسلام الصحيح عدل الاسلام ما فيه محابات حتى الكافر لا يجوز الجور عليه ولا ظلم قال تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى ها لدين الاسلام نعم الرامل ما 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 اس